طودلر ستمك vs أدل ستمك طبعا طودلر هم عمر سنة ثلاثة سنين الأدلت إنه هم البالغين بدنا نقارن سياحة الستمك المعدة اللي إلهم شو الفرق ما بينها بداية أن الأدل ستمك كان هول تقدر تحمل من لتر ل لتر ونص من الغذاء أو الماء أو السوائل بالمعدة فالإنسان البالغ بقدر يوكل من لتر ل لتر ونص والمعدة تقدر تستقبل هذا الحجم عشان تتخيلوا معي شيعني من لتر اللي هي هون من لتر ل لتر ونص حاولوا لكم يهل الكوب اللي هي للكاسة كل 4.2 كوب تقريبا هي عبارة عن لتر واحد فلو إحنا نحكي من لتر ل لتر ونص معناها من 4.2 كوب اللي هي اللتر هاي ل 6.3 كوب اللي هي اللتر ونص يعني من أربع أكواب اعتبروها مي مثلا من أربع أكواب مي لست أكواب مي هي قدرات السعة ل المعدة للبالغين طيب الأطفال التودلرز اللي هي من سنة تلت سنين بس بيحتاجوا تقريبا تاخدوها كقاعدة حوالي الملعقتين أو ملعقة لملعقتين تبعوني الطعام التابري سبون هاي for every year's old يعني من ملعقة لملعقتين من الأكل لكل سنة من عموهم يعني تخيلوا بكل عموهم سنة بس ملعقتين بتكون اللي هي سعة المعدة فمشان هيك ما بنفعل أمهاتي عامل أطفال زي ما بتعامل حاله تطلع مثلا معقول شي بع من هالملعقتين خلنا أحشي أكثر خلنا أطعمي غصبين عنه مش منطق تمام لأنه سعة المعدة لهم أو مدى شباحهم اختلاف تام عن شباح للأدلت موسيقى